كندا إكسبرس مقابلي صباح الخير من جديد إلى جميع الأعزاء المستمعين والمستمعات يلي عم برفقونا السماع بهذه الأثناء في هذا الصباح صباح يوم الثلاثة 27 شباط ففوريه 2024 وإذا انضميته إلى سماع أكيد وصلنا لفقرة المقابلي وخصوصا في هذه الأوقات المضطربة اقتصاديا المضطربة أمنيا المضطربة على أكثر من صعيد كلنا نتفع على هذا الموضوع منلقي حالنا أنه من المهم جدا نحمي أنفسنا ولسيما ماليا نحميها ونحمي الأشخاص اللي حولينا مما يعني الاهتمام جيدا بماليتنا وعلى وجه التحديد عم بحكي بهالصباح عن التأمين على الحياة التأمين على الحياة يلي ضل فترة طويلة من أنواع التابو يلي مجرد ما نذكر التأمين على الحياة بالنسبة للبعض هو كان مثل كأنه فعل مش حلو إنما مع تطور المجتمع ومع التهديدات الكثيرة الموجودة في الحياة ومع الصعوبات الاقتصادية اكتر صاروا يعملوا حسابات كتير لهالموضوع وخصوصا أرباب العائلات والمسؤولين عن عائلات لحتى يضمنوا نوع من الأمان المالي لعائلاتهم من بعضهم اليوم بيسعدني عبر هو الشر الأوسط استضيف المستشار في الأمن المالي والمخطط المالي السيداني أبي شهين لنحكي أكتر عن هالموضوع الموضوع التأمين على الحياة أنواع التأمين وكيفية التعامل معه صباح الخير صباح النور ودنبو نصيف يا سعد صباحك بالبداية إذا في مجال تعرفنا يعني هل الانتقال من موضوع كان كما ذكرت أبوه بالنسبة لكتار لموضوع مقبول وكتار يلي عم يسألوا عنه ولكن ما بيعرفوا لوين يتجهوا كيف ينقوا بوليس التأمين على الحياة شو هي أنواع التأمين على الحياة وكيف نتعامل معه فخلينا نبدأ بأنواع التأمين على الحياة هل هي عنا عدة أنواع؟ طبيعي في عدة أنواع على التأمين على الحياة فيه نوع اسمه مؤكد يعني هو مثل أجار سعره ثابت لمرحلة معينة وما برد مصاري بس هذا تأمين رخيص يعني الواحد اللي ما عنده الإدرة المالية فيه بنج به هكبره فيه نوع تاني هو التأمين للحياة طويل للأمد هو بتثبت سعر الموليسة للعمر كله وفيه بقلبه كمانا استفادة إذا واحد قرر يلغى البوليسة بيرجع له منه مردود مادة أو إذا بده يوقف يدفع بظل مؤمن عمده أقل بس لطول العام فيه نوع ثالث اسمه هذا النوع هو فيه كتير مرونة فيك تستعمليه مثل مثل السدية تحط فيه المصاري وتكبر المصاري بلا ما تدفع عليها الضرائط وفيك تستخدميها بعدين أو توكيها لأولادك فيه نوع رابع هو هو نوع بيعطيك مثل مردود مالي مضموء ما له علاقة بالبورصة وبكبر الإنشورنس يعني مع الوقت المبلغ التأمين بيصير يكبر ويضاعف تيغلب تدخم سوحدة أنواع التأمين الواحد ما لازم يدير لازم يقعد مع مستشار دمان مالي بحدده مع بعض الخطة وأي أحسن منتج بناسب لوضعه ولا نيزانيته ولا تذكيره طيب اليوم إذا بنا ناخد مثال يعني رب عائلي مكوني نحنا دايما بناخد العائلي يعني النموذج هي بي وإم وولدين اليوم رب عائلي بدخل متوسط هل بيقدر يأمن على حياته وأي نوع من التأمين بيختار بين اللي ذكرتون سؤال كتير حدو أنا بقول للعالم تأمين الحياة هو تمنتج كتير حدو لأنه لما نحنا بأكتر شي بحاجة لإله سعره كتير بيكون كتير واطئ يعني بعطيك الإجزامفل الكلية شخص بلش حياته جديد مجوز عنده يمكن تقصي البيت عنده أولاد بده كتير تأمين حياة لأن بعد ما عنده اتخار عجنب بس لأنه صغير بالعمر وصحته بعد ميحة بمبلغ كتير زهيد بياخد تأمين حياة تيضمن استقبل عادته لعشرين أو لخمسة وعشرين سنة وعام لو أن أحكي بالمبلغ زهيد يعني عم نحكي يمكن خمسين ستين دولار إله ولمرته بيقدر يأمن طريق حلو لأولاده إذا سمح الله بطل موجود حدوه نعم يعني كمان كما ذكرت سكر صار أصبح من صعب جدا حتى الإدخار إدخار المال هيدا كمان نوع من الاستثمار والإدخار يلي ممكن يعود عليه بالفائدة ولكن الكتار بيقولوا أنه شروط لما بتصير الحادثة المؤسفة يمكن فيه كتير شروط بتعقد عملية تسلم الأموال وأحيانا بيقولوا وبيتهموا الشركات المسؤولة عن التأمين على الحياة بأنه قصد بتعقد هذه الأمور إلى أي مدى اليوم لازم فعلا نخاف من هذه الشروط ومن التعقيدات التي بتلحق الوفاة للحقيقة هي سئة تأمين هو سئة وشركة الأسيرونس ما بدأت تفقد السئة لأنه زفاقتة السئة وصولي على التعبير بطل العالم بتأمين سياء بطلت موجودة سواء شركات التأمين مش هدفون يهربوا هدفون يدفعوا بس في شي بالإنون هادي ما فيش بالأسيرونس متما بقولوا شي رمالي يا أبيض يا أسود يا إنسان طيب يا الإنسان متوصف إذا الإنسان متوصف بدون يقدموا وثيئة وثيئة مصدقة إجمالا إذا ما في تعقدات ثلاثة أو أربع أسابيع بيأخذوا مبلغ التأمين ومعليه ضريبة هالمبلغ التأمين لكن هذا معليه ضريبة هلأ أنت الأمور شوي بتكون محققة لأكتر الإنون سمح لهم لشركات التأمين أول سنتين شي اسمه بريود يعني إلهم حق أول سنتين يرجعوا يشوفوا الدوسية ميديكال يعني واحد أخذ لهم أسيرونس أقفز بصحة ميحة بعض تشوى توفق إلهم حق بالإنون قبل ما يدفعوا يتأكدوا إذا هالشخص كان بصحة ميحة قبل ما يأخذ التأمين ولا لا إذا كان بصحة ميحة بدون يدفعوا إذا كان عنده مرض منه كتير خطر كمان بدون يدفعوا بس بهالفكرة السنتين معقول تاخد أكتر من ثلاثة أو أربع أسابيع لأنه لأنهم سمح لهم يتطلعوا بالدوسية ميديكال أول سنتين طبيعة الانتحار أول سنتين معنهم مغطى مغطى لاحقا نعم طيب اليوم إذا شخص أصيب بمرض مزمن أو مرض قلب بعد ما يكون عمل الأسيرانس هو بهالحالي شو بيعمل بيبلغ شركة التأمين لا نحنا بنعمل الصورة نهار اللي بيأخذ الشخص التأمين نهار اللي أخذه وكان بصحة جيدة صارت شركة التأمين المسؤولة عنه إذا تغيرت صحته بعدين ما له ما لازم يبلغ خلص هو مغطى لذلك أنا بقلهم للعالم يا المرض بيسبقني على البيت يا أنا بيسبق المرض وأكيد كل ما تكونوا أصغر تكونوا بصحة أحسن تاخدوا التأمين بسعر أنسب وتضمنوا كل حياتكم فيه لأما حدا فيه أرشدكم إنتوا الوحيدين فيكن تقرروا تبغوئي ولا لا نه أكيد هون ما رح أدخل بالتأمين أحب أسأل إذا الأفضل أنه العائلة يكون البي والأم كل حدا عنده تأمين على الحياة خاص فيهم كل واحد منهم جمالا نحن نطلع بشي اسمه Potential de revenue قديش إمكانية الدخل قديش إمكانية الدخل قديش إمكانية الدخل على البات الأكيد الشخص العمره 25 سنة عنده إمكانية تدخيل مسارع على البات من عمر 25 إلى عمر 65 نعم الانشورنس نتبعه يعني حاجة التأمين أعلى من شخص عمره 55 سنة اللي هو عنده ممتلكاته وولاده كبره وبعد عنده فترة صغيرة تيحمل الدخل أقوله بس الشخصين لازم يأمنه حتى لو المدام ست بيت ما بتشتغط وما بتصوت على البيت الدخل بس هي عم بتساهم بطريقة غير مباشرة بالدخل يعني مين بده يعلم الولاد مين بده ينبف البيت مين بده يحضر الأكل مين بده يروح يجيب الغراد سو الاثنين لازم يكون مأمنين لأنه للأسف إيد واحدة ما بتزقف نحنا بحاجة لاثنين بكندا نعيش وهو بده يطلق الموضوع عمق بشوي اللي هو بوجود كتير أنواع تأمين بوجود كتير أنواع الدخل لازم يكون ذكية ونعرف شو بدنا نقع مش نهيك ضروري جدا نجتمع مع مخطط مالي نحط الأهداف تابعنا ونمشي بطريقة ذكية هل الأصبط أخذ تأمين حياة برد اللي ما تخول بعدين أو أعمل تأمين تقاعد أو أدفع التقسيط البيت تابعي بوقت أسرع لما نقع مع مخطط مالي ونحط الأسئلة اللازمة والأجوب اللي نحن أصلا ما نفكرين فيها ونضطر نفكر فيها تقضح الصورة أكتر نحط طريق عمل مضبوطة ونأخذ step by step يعني خطوة ولا خطوة شو لازم نعمل وشو لازم نحط ويصير أثبط للشخص بالنحية يعني الناحية التأمين والناحية الأدخار الصورة قدامه واضحة أكتر وأهدافه بيوصل عليها بطريقة أسهل وأسكى وأسلع هذا دائما اللي بقوله أنه دائما عند أخذ الكرارات لا تستمعوا لأصحابكم ورفقاتكم وجيرانكم دائما استشيروا أشخاص متخصصين في المجال ولسيما الخبراء الماليين بس بدي أرجع كارير على نقطة كتير مهمة ذكرت حضرتك أنه حتى ولو كانت السيدة المتزوجة أو الأم هي غير عاملة في سوق العمل إنما كمان إلا بتأمين على الحياة يلي كما ذكرت بيحسب من خلاله مدخول العائلة ككل خبراء الماليين بينصحوا دائما لما بيتعلق الأمر بعقود التأمين بأنه يعملوا ماجازيناج يعني يقارنوا بين عدة عروض تتعلق بالتأمين كيف بيقدروا يعملوا هيدا الشيء وهل حضرتك بتوافق على هالتوصي يلي نسمعه أكيد أكيد لازم يكونوا مبطلعين أكتر وأكيد لما بدون يقارنوا ما بقارنوا السعر بدون يكون فيه مثل دراسة معمولة شو عندهم احتياجات وإذا هالتأمين إخدينوا عم بغطيها بحتياجة بدون يطلعوا كمان نوع التأمين هل هو فيه إدخار أكيد سعره أغلى من ما فيه إدخار وأهم من هالنقطة كلها بدون يطلعوا إذا صار معهم شي بحياتهم بطلوا قدرين يشتغلوا كعجز هل التأمين عنده إضافات يعني فيه يدفع حاله بحاله بهالفترة معنا نصوط فيها مصارك كيفية وهل نحكي عن الفاليدتي الفاليدتي لا الأسيرانس تدير إذا هو بطل قادر يشتغل بده يخفف مصروفه أول شي بفكر يواقف تأمين حياة بينما إذا بتأمين حياة عنده إذا هو عاجز عن الشغل ما يدفع الأسيرانس هذه الفترة فهذا الشي برايحه فيه تمام الحياة مالنا استعب بتتغير يعني إذا بقلب التأمين في عنده ضمان يقدر يكبر التأمين بلا ما يعمل ميديكال مع الوقت كمان هذا شي بساعده ثم مش قرصة نطلع بالسعر بس هي بلا نطلع بالأصص كاملة مع بعض وفي نيس بقولوا بحزبوها كأنزا تسمو إنه أنا إذا حطيت عشرين سنة وما صاب لشي راحوا المفشيات لا ما بدي روح ببروضي هيك بدي روح إدفع أكتر روح ببروضي يعمل إدخار وبينسوا موضوع العجز وبينسوا موضوع الأمراض الخطيرة بصير عم بحطوا ما بينها كبير بتأمين الحياة وبصير معهم شي ما أنهم قدرين يشتغلوا وما عندهم تأمين أمراض خطيرة أو عجز ما نطلع بشأفه بنا نطلع بالسورة كاملة على أساسه توضح الصورة أكتر في كتير على مسؤولية الشخص كتير مهمة مسؤوليتنا نعرف شو عنا كتير مهمة في كتير عنا بحكة معهم أنا زوجي بيهتم بالموضوع أنا ما بعرس عنينا من عشر سنين ما بعرف شو بتغطي هاي كلمة ما بعرف حق كتير لما يجي وقت الوفاة وبصير حق عيارات بعرف وللأسف نفي راجعة لورا مسؤولية الأشخاص يعرفوا دايما شو عندون يعنلوا كل فترة مراجعة يمكن حياتهم تغير يجع طفل جديد على البيت كبروا بيتهم صار عندهم موردش أعلى كبر الانكم تبعهم تغير تبعهم أكتر سو كل فترة لازم يكون في مراجعة تشوفوا هالتقنين إذا بعض مناسب أو من مناسب وبالإضافة لها الشي كمان إذا كانت قبل الدمان كتير ضروري جدا الصورة الكاملة وضروري جدا المراجعة ومسؤولة الشخص كتير تأخذ بعين الاعتبار ما لازم تتبع المسؤولية على كلمة ما بعرف شكرا لكل هذه التوصيات السيد دانيا أبي شهين حضرتك مستشار في الأمن المالي ومخطط مالي شكرا لمشاركتنا كل هذه المعلومات في صباح اليوم بتمني لك يوم سعيد بمثلة أقلي كل المستمعين وبتمني لكم النهار شكرا